قامت الهيئة الوطنية للانتخابات المشاهدين بإصدار القواعد الاسترشادية في الانتخابات الرئاسية والتي حددت الطرق الصحيحة للتصويت وأيضا حددت المواعيد الخاصة بالتصويت ما هو المحظور داخل اللجان للمزيد مشاهدين في هذا السياق تنضم إلينا الزميلة شروق عماد أهلا بكم أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القواعد الاسترشادية في الانتخابات الرئاسية والتي حددت الطرق الصحيحة للتصويت ومواعيده وما هو محظور داخل اللجان تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم ويبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم وإذبات ذلك في النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية بالإدلاء بأصواتهم وإذبات ذلك بالملاحظات بمحضر إجراءات اللجنة كما يسمح لمندوب المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالإدلاء بأصواتهم أسماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي ولو لم تكن سريا ولا يعتد في إذبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز صفر ثابت به الرقم القومي كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل استماح له بالتصويت يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية يوقع الناخب بخطه أو ببصمته مرة واحدة في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاختراع تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك جمهورية جديدة يؤكد فيها المصريون على الالتزام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي تمثل استحقاقا بالغ الأهمية يرسم ملامح مستقبل الوطن